المنصف عايز تتكلم على اقمام عشور اه على ضربة الجزائم بارح أولا أساساً إمام في المطش عامل اتنين سروق ما حصلوش عالميين أنا شايفه زيه بالزبط أكيد حد جاب جون حاجة من اللعيبة المحترمة المستقبل اللي أنا نفسي يطلع احترف بار لأنه احنا فعلا مفتقدين اللعيبة الصغيرة الكويسة اللي ما تقودش في الدول المصري فالموكف بتاع مبارح والمشهد موضوع مختلف يعني ضربة الجزائم إنه ويزعل إنه ما يلعبهاش ما ينفعش يطبقى هي نفس الموكف بتاع أفشا نفس الموكف بتاع محمود علاء محمود علاء في مطش النادي الأهلي فقيته مغلوبة تنصفه وآخر ضربة الجزائم محمود علاء ضيعة كان ضد النادي الأهلي ومطش صعب فكان ممكن إن يضعوا حد تاني يقدر يخش في الوضع ده بس ترتيبه وترتيبه تمام خلينا في الترتيب البدير الفني تمام خلينا في الترتيب أما ديجي تتكلم على أفشا ما يجيش هو ده كان فيه ترتيب وفيه سيستم والمطش النتيجة واحد واحدة كابتان حمادة وفاضل طريبا خمس دقايق والموضوع صعب بس مبارح موضوع مختلف نادي الزمال الكاسبان ثلاثة مطش حلو زيزو جايب هدف فما فيش مانع إن انت كمان تجيب جون وتبايل الشكل طب أنا لو مدرب وفي موقف زي ده وعندي ترتيب إن زيزو باكم واحد وإمام ممكن ما يبقاش في الترتيب خالص وطلب إن هو يشوت في مطش حلو وكسبانين والناس فايقة وما فيش مشاكل إن يخش يشوت يطلب من المدرب أنا اختلف معك عبنصر أنا شط دربتين جزاء مع نادي الزمالك جبت منهم واحدة ضد النادي الإسماعيلي في قبل نهاية كاسماصر كنا بنلعب في الأستاذ المطش الأخير النهائي اللي احنا اتغلبنا فيه من النادي الأهلي في كاسماصر في 2006-2007 كان فيه ترتيب وأنا حرس مرمى ماليش صدت ثلاث ضربات جزاء من نادي إسماعيلي وجات الضربة الأخيرة الرابعة أو الخمسة لنا علشان ننفذها اللعيب وهو جاي كان الله يمسي بالخير كابتنا أحمد بامزي روحت واقف ومشاوف له وقلتنا أنا هشوت فقال خلاص تمام ودخلت حطفها وكسبنا الزمالك وصعبنا ضربات ده ترجحية دي قصة ممكن أنا دخل موجود في الخمسة اللي هشوته وأنا حاس ده مش قادر وبدخل حد ما كان دي خلاص ولكن في المباراة فيه ترتيب ولازم الترتيب يحترم كلام المدرب ده لازم تبقى قاعدة عندك في بدي تعليمات في الملعب لازم تنافذ التعليمات دي بالذات في الكورة السابتة كورة السابتة أنا بشتغل علىها في التمرين كتير فحطت تمر واحد مثلا عبد المنصف نمرتين حمادة نمرتين مهيب فيه ترتيب لازم اللي هي بتحترمه إن ما احترمتش الترتيب ده بيحصل الحاجات في الملعب حصلت حاجة معاك مشابهة مع منتخب مصر لا 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 كله لا بالنظام أحمد حسن أحمد حسن وضيع وشاط تاني وشاط أول واحد في الترجيح عشان هو في ضربات الجزاء أف ماتش كودفوار أه بالظبط كده أف كودفوار كودفوار ضيع كنا واحد يعني كنا نكسب بقى في الوقت الإضافة وأول واحد شاط فرا نهائي يعني كاس أمه بتاعه وهو أول واحد دخل شاط عشان هو محطوط في الترتيب بس هو كان يعني وقف على الرجل كويس عنده ثبات فعلي كويس أحمد حسن لكن لو هو مش قادر كان يقول أنه مش قادر يعني لا ده نضيع طعف الموراة أنا قراتي مش هتبقى سليمة فتقدر تدخل حد تاني مكان ولكن لازم فيه احترام للتعليمات ده مهم جدا في الملعب طب أنت في 2006 كنت مخلي أحمد حسن وراء رقم واحد طبعا صح؟ اه في 2008 كان حسن اه كابتن حسن يعني كان حضر ترتيب كابتن حسن كان رقم واحد في 2008 اه بالظبط كده ليه؟ معين احمد حسن كان موجود كان موجود وفي الموراة حسني حسني بيقدي بشكل كويس جدا في ضربات الجزاء واحمد حسن فحطينا حسني حسني يعني برضو ممكن تحطين بره واحد رقم واحد في التزديد حسني مشكلة خالص وده فوق معنا حطينا ضربتين جزاء لا خلي بالك أن في 2008 احمد حسن دخل متأخر شوية لأن كان جاي من أندر لخت فاكر؟ كان آه لا خد بالك لأ في 2008 كان هو ملعبش الأول مقشو كان موقوف أول موراة أيوة ملعبش أول موراة لا كان موقوف ممكن بقى يعني كان موقوف عشان كان آخر حاجة في مطشو في أفريقيا اه اترد فكان موقوف أول موراة عشان كده حسني دخل في أول ضرب جزاء فحسني كان هو جغل آه بالظبط كده فخلاص استمر بقى استمروا حسني مش كويس بعدها جات ضرب الجزاء قدام السوداء هي تعليمات يا مهيم بتبقى موجودة واللغاية بتنفذ تعليمات اه لو خرج عن النص بتبوص حاجات كتيرة استثناء بس الزهوف المطش ماذا أن المطش كان حلو هو هتعمل استثناء ويهو عطيفة منصف برضو خليه هو هتعمل استثناء مطش حلو والأداء كويس لو كذبان لو كذبان لو كذبان عشرة صفر في تعليمات لازم تنفذ يا عبد هو الكذبان في الآخر زيزو لأنه بيعني زادت هدف كمان من الرسيط بتاعه هم